نتكلم عليها يا دكتور يا حيك قلت نسبة القلق زادة الخوف زادة التوتر زادة ده يخليني يعني هنا استعين واحد زميلي كده دايما يقولك كلنا مرضى نفسيين لكن بنسب طب صحيح من كتر ما احنا بنتعرض لضغوطات ومشاكل طبيعي بتأثر فيها وانا مش واخد بالي صحيح الخدمة اللي انتو بتقدموها بقى على المنصات الالكترونية الجديدة هل الخدمات دي هي مجرد الابلاغ عن الحالات سواء كان ادمان او حد عاوز تأهيل نفسي ولا بتقدروا اللي انتو كمان تقدموا العلاج من خلالها طيب خليني اوضح ايه المنصة الالكترونية للصحة النفسية اولا هي منصة افتراضية تفاعلية مجانية افتراضية يعني بتقدم الخدمات عن بعد تمام بشكل الكتروني عن طريق الانترنت او الناس المستخدمين للانترنت تفاعلي وهي دي بقى الفكرة احنا بنقدم ايه من خلال المنصة اول حاجة يقدر المريض من خلال المنصة يعمل استبيان ذاتي عن الاعراض اللي موجودة عنده او عن الحاجات اللي موجودة عنده لكن هذا الاستبيان ما بيشخص هذا الاستبيان بيقول ان المريض ده عنده اعراض وبالتالي الاعراض دي بتقول انه محتاج ان هو تدخل علاجي هنا بقى بتيجي النقطة التانية المهمة ان ينفع ان هو يعمل جلسة مع معالج عن طريق المنصة وبالتالي يقدر ينفع ان هو يحجز مع معالج والجلسة دي تتسجل من خلال المنصة مش تتسجل يعني ريكوردينج تتسجل يعني يقوم بأداءها مع معالج وده بيتم في سرية تمة من خلال أنه هو يعمل حساب شخص نفسه مش بيقدر يخش عليه حد غيره هو والمعالج بعد كده بتقدم معلومات كتيرة بتبقى متاحة وده اللي احنا بنشوفه على المواقع الإلكترونية عموما بس احنا هنا فكرة الثقة في المعلومات يعني احنا خلينا نقول احنا لو دخلنا على أي موقع إلكتروني وسألنا عن أي مد عن أي معلومة علمية وده بيحصل يا دكتور طول الوقت مش كده وخصوصا بقى يعني فيما يخص الطب بنلاقي الناس بتقول كتير حالات كتير بتبدي معلومات مالاش أعلق الواقع فكرة بقى أن يبقى فيه موقع يتبع جهة حكومية عليه إشراف طبي من معالجين مسؤولين وبالتالي المعلومات اللي بتتقدم بتقدم في الطب نفس العام بتتقدم في الإدمان بتتقدم في طب نفس المراقين والأطفال بتقدم في طب نفس المسنين عن الترباط النفسية وعلاجها والأزمات النفسية وإزاي نتعامل معاها لأن الحقيقة ممكن يكون المستخدم اللي داخل يستخدم المنصة مش عايز يسجل الجلسة مع معالج لكن عايز ياخد زي تابس ويعرف معلومات تساعده أو تديله مهارات أنه يعرف يتعامل مع الأزمات اللي بتعرفها ووجود وزارة الصحة إلكترونيا حاجة مهمة جدا لأنه الناس بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا بتستقي معظم معلوماتها منها وتسمع من أي حد بالضبط ويمكن إحنا عندنا تجريمة نكحة جدا معدار الإفتال مصرية بقينا بنشوف تواجد إلكتروني كبير جدا 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 رد على كل ما يثار في المجتمع رد بيوصل للناس بسهولة فمسألة أنكم توصلوا للناس وتكون الجاهة هي وزارة الصحة شيء مطمئن جدا وكمان بيقدر أن هو يشارك تجربته بس بإشراف حد من الناس المسؤولة عن المنصة عشان أي حاجة المفروض تنزل لازم بتتراجع ولازم بتتشاف بحيث أن ما يحصلش أي بلبلة في الخدمات أو في المعلومات المقدمة للمستخدمين حاجة برضو مهمة جدا أن من خلال المنصة بيتم تقييم الأداء وده مهم جدا في الفترات الجاية في أي برنامج بيتم تنفيذه في وزارة الصحة من وجهة نظري أنه لازم يكون فيه على المنصة ما يتيح تقييم الأداء من خلال حضرتك كمستخدم أو كمقدم خدمة عشان نعرف نطور الخدمة زي ونحسنها بالإضافة أن من دايوان المنصة بتشتغل بيحصل تسجيل لكل الإحصائيات عدد المستخدمين قد إيه أعمارهم قد إيه سيدات ولا رجال هي تشتغل إمتالي خلاص بتدينا خلاص فعلا الشغل التجريبي إيه للترابات النفسية الأكتر اللي بتسئل عليها إيه فروع الطب النفسي اللي بتسئل عليها ممكن مثلا نكتشف أن في الوقت ده الناس بتسأل عن الحاجات المسنين طب نفس المسنين أكتر ما بتسأل عن إدمان في وقت تاني ممكن نكتشف وبالتالي ده بيخلينا نعرف إزاي نطور الخدمة إيه اللي نركز عليه إيه اللي احنا محتاجين وشكل المجتمع كمان بالزبط بالزبط وإزاي فعلا نعرف نعمل دور توعوي حقيقي من خلال المناصر